ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إليه من شمال والشرق سوريا محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي سيد محمود أهلا ومرحبا بك يعني ما أهمية هذه الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة في مخيم الهول سيد محمود هل تسمعني؟ نعم أسمع إذن أهمية حملة الإنسانية والأمن للجم خطر داعش في مخيم الهول مساء الخير تحت لك والأستاذ المشاهدين أهلا بك تكتسب هذه العملية أهمية كبيرة جدا لأن مخيم الهول لكي نعيد فقط التذكير بمعلومة قد تغيب عن البعض هو ليس مخيم عادي وإنما هو بقوام مديني عندما نعلم أنه يحتوي على 54 ألف قاطن في هذا المخيم وهي مساكن على شكل خيم فعلينا أن نعلم حجم الامتداد الواسع لهذا المخيم حيث أنه يقسم إلى ثمان قطاعات وتحتوي هذه القطاعات على آلاف القاطنين وبالتالي هذه المناطق الكبيرة جدا والشاسعة والمترامية والتي تحتوي هذا الكم الهائل من الأعداد هي بيئة خصبة في ظل وجود حملة الفكر الداعشي الأرهابي من خلال نساء عناصر التنظيم أو من خلال ما يسمى أشبال الخلافي وبالتالي يجب التنويه إلى هذا الأمر على هذا الأساس بدأت قوات سور الديمقراطية والقوات الأمنية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي عملية أو حملة الإنساني والأمن منذ 2021 حيث استمرت في 2021 للمدد خمسة أيام واستطاعت القوات أن تقبض على أكثر 120 شخص بين 20 من المسؤولين عن عمليات القتل التي كانت تحدث في المخيم واعتقال البعض المسؤولين عن حفر الأنفاق وعمليات الإرهاب داخل المخيم في 2022 أعادت القوات المشتركة هذه المرحل الثاني من عملية الإنساني والأمن والتي كانت هي الأطول والتي انتدت من 25-8 ولغاية 18-9 على مدى 24 يوم استطاعت من خلالها القبض على أكثر من 26 شخص بينهم أكثر من 26 من قيادات عناصر التنظيم تم الإفراج أو تخليص مرأتين أزيديتين من عناصر نساء التنظيم كانت تحتجزهم عناصر نساء التنظيم كذلك هناك أربع سيدات كنا يتعرضن للعنف والتعذيب في المخيم كذلك تم تدمير العشرات من الأنفاق والتي كانت تستخدمها نساء وعناصر التنظيم في داخل المخيم للتدريب وكانت مفيدة جدا وزاد جدوى علي ولكن بعد المخاطر الأمنية التي تعرضت لها المنطقة من خلال الضربات العدوان التركي على المنطقة هذا الأمر الذي مهد لنشاط لخليات تنظيم داخل المخيم رصدناه خلال تلك العمليات وبالتالي كان لابد من بدء المرحل الثالث من عملية الإنسان والأمل في مخيم الهول والتي استهدفت القطاع الثامنة على تحديدا وهو قطاع ما يسمى المهاجرات وتم العثور فيها على الأسلحة وتم العثور فيها على أنفاق لإيواء عناصر التنظيم وأوقي القبض على عنصرين من متزعيمي التنظيم وحتى الآن تم القبض على 21 شخص وكذلك لا ننسى أنه تم العثور على أربع الغام في تلك الأنفاق وبالتالي يبقى مخيم الهول برميل قابل للانفجار في أي لحظة يهدد الأمن الاستقرار في المنطقة سيد محمود برميل باروت قابل للانفجار وقمبلة موقوتة وكل هذه التوصيفات ما الخطر الذي يمثله خروج الأمور عن السيطرة في مخيم الهول كما أسلفت لك هناك كميات هائلة من البشر عندما نتحدث عن 54 ألف قاطم في المخيم فإن العمليات تكون حساسة وخطرة نحن في قوات سورة الديموقراطية والقوات الأمنية وبالتعاون مع قوات تحالف الدولة نستهدف القضاء على بؤر الإرهاب والعنف وتطرف وبنفس الوقت الدقة والحزر في أن يكون هناك ضحايا مدنيون أو أبرياء في هذه العملية وبالتالي نحن نعلم أن فكر التنظيم قديما وحديثا يتخذ من البشر دروع بشري له وليس عنده مشكلة في عدد الضحايا وبالتالي هذا ما يصعب العمليات وكما قلنا هذه الكسافة الكبيرة على الأرض قد تسمح بثغرات تستغلها عناصر التنظيم وعندما نعلم أن هناك من يسعى ويهدف من خارج المخيم إلى إحداث خرق في المخيم بدءا من الاحتلال التركي الذي سدد أكثر مرة ضربات بالقرب من المخيم إلى تسلل عناصر التنظيم إلى المخيم وفي داخل المخيم هناك من يستقبل هذه الإشارات ويقوم بإكمال هذه الجهود إذن هذا هو الخطر الكامل هذا من الناحي العسكري والأمني أم من الناحي الفكري فهو الخطر الأكبر عندما نقول يجب تجفيف منابع الإرهاب ويجب أن نعيد هؤلاء إلى وضعهم الطبيعي وإلى حياتهم الطبيعي ومحاولة تغيير هذه الأفكار السامية والمتطرفة فهذا يحتاج إلى جهد كبير جدا جهد دولي وليس جهد محلي لأن هناك جنسيات من أكثر من 60 دولي وبالتالي يقع على المجتمع الدولي مسؤولية تجفيف هذه المنابع وإلغاء هذه الزارة قدر المستطاع نعم سيد محمود هل المجتمع الدولي والدول المعنية بعوال الإرهابين المتواجدين في مخيم الهول على وعي وعلم بالمخاطر التي يشكلها هؤلاء؟ نعم وهذا هو السبب الذي يكمن خلف عدم رغبة الحكومات في عودة رعايها الكل يتخوف من عودة هؤلاء الرعاية كي لا يكونوا بؤرة إرهاب في تلك الدول وتراخي وتراهل في مجلس الأمن وفي جميع العالم المتحدي حيث لا يتخذ قرار حاسم وملزم بإعادة رعاية الدول إلى دولهم وبالتالي تبقى هذه العودة في يد قوات سورة ديمقراطية والقوات الأمني هذه التركة الثقيلة لداعش التي نعمل جاهدين على محاولة إصلاحها أو على أقل تقدير محاولة ضبطها لكي لا تكون خطرا على المنطقة والعالم سيد محمود أسلحة وأنفاق وأدوات حادة وأدوات حفر وأدوات عسكرية كل هذا جانب عسكري من الحرب على تنظيم داعش وعملية الإنسانية والأمن ربما تقضي على هذه الجوانب لكن الحرب المعركة الفكرية كيف يمكن خوضها مع هؤلاء في ظل رفض دولهم استقبالهم الحقيقة كما أقول لا تزال هذه علامة استفهام كبير في حيث المجتمع الدولي ولكن الأسلحة من السهل جدا الحصول عليها وخصوصا الأسلحة البيضاء كما يقال أما صناعة المتفجرات فهي متاحة للجميع وهي يمكن أن تحصلها من مواد أولي مستخدمي في الحياة اليومية وبالتالي الفكر المتطرف الذي يقف خلف هذه التطلعات وهذا الفكر المتطرف عانى منه العالم بأسره واستطاعت قوة سوريا ديمقراطية منذ 2015 حتى 2016 بخوض معركة كبرى على هذا التنظيم للقضاء عليه ولكن كما قلنا تركة التنظيم هذه تحتاج إلى جهود دولية من هذه الجهود إلزام الدول بإعادة رعايةها أو على أقل تقدير تشكيل محكمة دولية لها صلاحيات اتخاذ أحكام صارمة بحق هؤلاء لأن كما قلنا هناك مواطني متعدد جنسيات وبالتالي على المجتمع الدولي أن يشكل محكمة خاصة لمحاكمة هؤلاء تتبع في معايير الدولية في إطلاق أحكام عليهم وبالتالي نفرق هنا ما بين المتورطين وما بين عناصر تنظيم داعش الذين سيقضون مدة أحكامهم وبين عوائل التنظيم وأشبال ما يسمى أشبال الخلافي يجب أن يعودوا إلى دولهم وإلى مدنهم ليعيش في حدهم الطبيعي وإلا فإن مخيم الهول سيكون مفرخة لألاف من عناصر التنظيم في المستقبل لأن نساء عناصر التنظيم وأشبال الخلافي يحملون نفس أفكار التنظيم ولكنهم ليسوا بالسجون كعناصر التنظيم ولكنهم مستقبلا سيكونوا كما نكررهم قنبل موقوتي قد تنفجر فيها إلى سيد محمود ما يجري في مخيم الهول هو تنفيذ لمخططات داعشية باستغلال الظروف التي خلقتها هجمات الاحتلال التركي لكن أين يتم التخطيط لهذه الهجمات؟ الحقيقة لا يحتاج عناصر التنظيم إن كان نساء التنظيم أو أشبال الخلافي إلى الكثير كي يختارعوا أو كي يقوموا بالأعمال الإرهابي إذن هناك من يحمل هذه الأفكار وريد أن يطورها إلى أحداث مباشرة وفي عملية حبلة الإنساني الأمن في المرحلة الثانية كان هناك عمليات قتل واغتيالات وتعذيب وبالتالي أراد من تبقى من عناصر التنظيم أو من أشبال الخلافي أو من نساء التنظيم تحديداً إعادة إحياء ما يسمى تنظيم الدولي داخل المخيم والقيام ببعض الممارسات من شأنها تقويض الأمن وأرهاب القاطنين فيه ولا ننسى الاعتذاءات على المنظمات الدولية التي ترعى المخيم إذن العمليات الداخلية في المخيم خطرة جداً على القاطنين من بعض المتطرفين أو الأكثر تطرفاً أما من الخارج فلا ننسى أبداً وهذا ليس اتهاماً إعلامياً وإنما هي حقائق هناك دول وحكومات ترغب بعود الداعش من جديد تأتي في مقدمتها دول التحتلال التركي التي استثمرت سابقاً في تنظيم داعش عندما سيطرت داعش على هذه المنطقة كانت كل تجارة هذه المنطقة والعلاقات البينية هي مع تركيا وعندها تركيا لم تعتبر داعش إرهابي في حينه وتعاونت معها بكل الوسائل ولا ننسى أن أكثر من 12 ألف من المقاتلين مقاتلين التنظيم عبروا إلى سوريا من الاراضي العراقي كذلك كانت داعش تصدر لهم النفط والنتجات التي تخرج من منطقة شمال شرق سوريا وكانت العلاقة وطيذ ما بين تركيا وما بين داعش والآن ترغب تركيا من باب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية ومن باب الرغبي في خلقونة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يعود الداعش من جديد كي يكون هناك إشغال أكبر لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمني وهذا ما يطمح إليه أردوغان وحكومته ودولة احتلال تركيا من عمليات تقويض التجربة الرائدة في منطقة شمال شرق سوريا على الصعيد الأمن والعسكري نعم من شمال وشرق سوريا محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات